السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بمتابعين قناتي النهاردة فكرة مشروع جديد وان شاء الله هنعمله بليلسة على القناة هنتعلم نعمل عجينة السيراميك ونعمل شغل سواء بقى اكسسورات او حاجات ديكورية في البيت منها عجينة السيراميك على فكرة سهلة جدا مش مكلفة خالص او فر جدا 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 من السلصال الحراري ولكن ليها معاملة خاصة اول حاجة ان احنا لازم نتجنب الميا معاها منفعش تتعرض لميا لان هي هبوز لها طرق تشكيل وطرق استخدام وحاجات كتير جدا ان شاء الله تتعلموها معايا باذن الله لو حابين تعرفكم عن عجينة السيراميك النهاردة العجينة بتاعتي جميلة جدا 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 مكوناتها سهلة بجد تقدروا جبوها اتمنى ان تشوفوا الفيديو للاخر ولو عجبكم وحبيتوا فكرة مشروع عجينة السيراميك تكتبوا لي كومنتات حابين منها اكتر شغل اكسسور او ديكورات او كله بقى يعني ده وده وقبل ما نبتدي مع بعض ونشوف عجينة السيراميك المعتاد نفس الكلام ما تنسوش اللايك وكومنت والشير للفيديو عندكم عشان بجدد هيفرق معايا ومع القناة نهاية تكبر وتستمر وما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة تفعلوا الجرس عشان يصلكم كل جديد لو اول مرة تشوفوا الفيديو ده او اول مرة تشوفوا القناة بصفة عامة ادخلوا على القناة بجدد هتشوفوا فيديوهات كتير جدا هتعجبكوه باذن الله النهاردة هنعمل عجينة السيراميك الكمية اللي عملناها دي كلها بكوباية غيرها واحدة بس طبعا احنا هنعرف التفاصيل دلوقتي ونعرف المكونات بتاعتها وهنبدأ مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف المكونات بتاعتنا ايب الزب وكمان هكتبها لكم في صندوق الوصف اول حاجة عندي توصة اهم الحاجاتكم ما بتلزقش حطت فيها زيت اي زيت اكل عندك بعد كده انا النشا جبته سايب انا كمية دي كنت شريها بعشرة دنيه اا يعني كمية حلوة قوي انا عندي كوباية معيارية هابدأ احط كوبايتين نشا انا المأدير بي عطي نهاردة كوبايتين نشا اول حاجة طبعا اا طبعا ده النشا بتاع الاكل عادي جدا يعني خبش تمام بقي كمية انا هحتفظ بها تنفع عندي معلقة صغيرة خل هابدأ احطها معيا جلسرين جلسرين دا بي بي نعم العاجنة بخلية حلوة تقريبا معلقة كبيرة تمام بعد كده بقى الغيرة انا حطيت كوبايتين نشا يبقى قصدها كوبايد غيرة تمام انا هيخد من العبوة كده ونزل علشان عير الكوباية مزبوطة العبوة دي انا جيبها نصف كيلو هو انا جيبها من فترة بس مش فاكرة سعرها كيم الباقي اللي في العلبة خلي بالكو احنا هنخففه عشان هنلزأ بي الشغل بعد كده فنخلي بالنا على شوية الباقيين تمام هنبدأ نحط الغيرة على النشا طريقة دي طبعا اهم حاجة معي ان انا قبل ما بيخد على النار وطبعا النار متوسطة الهدية مبدأ ان انا اقلب المكونات الاول برة مع بعض اتأكد ان النشا اختلط مع الغيرة وما بقاش فيه تكتلات او يعني النشا مش بقينة علشان لما نيجي نحطه على النار العجينة تطلع مزبوطة معنا باذن الله تمام انا هنا بقى هبدأ معلقة خشب كده ان انا ابدأ يعني اخلطهم مع بعض كويس جدا قبل ما اخدهم على النار الافضل طبعا لو هنعمل مشروع بعجينة السيراميكي بقى عندك طوصة مخصصة لشغلك وتخليها لوحدها ودي بتبقى بتاعة الشغل بتاعتنا والافضل برضو ان الطوصة تكون ما بتلزقش او الحاجة اللي هنستخدمها بندهنها زيت كويس جدا علشان نتأكد ان الحاجة او العجينة مش هتلزق مننا اثناء شغل دي النار بتاعتي انا طبعا عملتها كده وهبدأ بقى اخد العجينة وابدأ بالطريقة دي افضل يعني وراها لحد ما تتكون قطعة واحدة وفي نفس الوقت انا مش عاوزها تلزق قوي في المعلقة انا عاوز العجينة بتاعتي تستوي كويس تبقى مصبوطة فهناخد فترة على فكرة هتاخد فترة فما تقلقوش هتاخد فترة شوية واهم حاجة يعني التقليب المستمر هو اه هيوجع ادينا ولكن يعني معلش نستحمل شوية ولكن شغلها ممتعة طبعا عجينة السيراميك حلو قوي على فكرة انا كنت عاملة بيها فترة شغل حلو كنت عاملة اكسسوارات وكنت عاملة مدليات وعملة حاجات افكار كتير جدا حلوة ان شاء الله اعلمكم تعملوا بيها حاجة كتير هنعمل بيها حلقان ده مشروع في حد زيته ميداليات برضو مشروع في حد زيته ممكن نعمل عقد ممكن نعمل الشغل اللي هو سواء بقى ديكورات على كوباية على مج بس للأسف بيبقى غير قبل الاستخدام لان احنا اتفقنا نعجينة السيراميك مينفعش يجي عليها مية فممكن نعمل حاجات ديكور كده في البيت حلوة لو عندنا برطمانات فاضية نبدأ ان احنا نجيبها ونزينها ونخليها في المطبخ شكلها حلو فهنعمل افكار حلوة مع بعض بإذن الله بصوا انا العجينة عملت لزق في المعلقة هي كده لسه مستودش خالص خلي بالكم يعني طول ما هي بتلزق في المعلقة بالطريقة دي وملزقة يبقى لسه تاخد وقت تاني تمام فنخلي بالنا من الحتة دي لان انت لو طلعتها هي بتلزق قوي كده هتفضل ملزقة فلما تيجي تشتغلي بيها هتعاني بجد لان هتفضل تلزق معيك في كل حاجة حتى لو جينا نشتغل بقطعات مثلا بنقطع بيها هتلزق فيها فلازم نروعي ان العجينة تمام مصبوطة ما بتلزقش قوي وكمان بعد ما بناخدها برا ونيجي مثلا نعجينها حاسينا ان هي ملزقة شوية انا سعيب بعمل ايه باخد الطاصة على نور هادية جدا وابتقى بقى العجينة اعجن وهي على الطاصة يعني بقيتي كده بحاول واحدة واحدة واستحمل الصراحة السخنية والحرارة فببدأ ان انا اجيب العجينة جوه الطاصة واحاول بقى اعود اعجن كده وافرد واقعد اقلب وهكذا لحد ما حس ان العجينة تمام ما بقتش بتلزق والملمس بتاعة حلو تمام فنخلي بالنا من الحتة دي لان كل ما العجينة كانت بتلزق هتبوز الشغل كل ما الحتة التلزيق دي راحت يبقى العجينة بتاعتك مزبوطة انا هنا بقى معي فازلين هبدأ ان انا اجيبه عرخامة وادهنه بالطريقة دي وابدأ بقى اخد العجينة بتاعتي وعجينها كويس طبعا هي سخنة نخلي بالنا وما ينفعش ان احنا نغلفها او نحتفظ بيها الا لما تبرد تماما وبنحطها في اكياس ونفرخ الهوى منها لان نبصوا من اهم عوامل ان احنا عملنا شغل بعجينة السراميكو عاوزينه ينشف ان هو يتعرض للهوى تمام يبقى مجرد ان العجينة بتتعرض للهوى يبقى هي كده بتنشف تاخد معي تقريبا من 3 ل 4 ايام لحد ما تنشف طبعا مثلا النهاردة انا عملت شغل على اخر اليوم كده قلبوا الوش التاني وهكاعد افضل اقلب فيه الجهتين عشان تنشف كويس من الناحيتين وما تتقوصش وما نشفش المشاكل اللي بتقابل الناز اللي بتشتغل فام شاء الله هنحلي كل الحاجات دي مع بعض وهنتجنب كل العيوب اللي بتحسن وابطوا انا لما جيت اجربها في ايدي مشى الله جميلة مش بتلزق اه يعني اجربتها شكل بس بها كده اشان هنشوف الشغل بتاعها كويس ولا لأ علشان لو كانت بتلزق معي زيادة هاخدها زي ما قلت لكم عن نار على الطاصة واعجينها في الطاصة لحد ماحسن تلديق كله راح اه كنوا استفدتوا معي النهاردة بطريقة عمل عجينة السيراميك سهلة جدا مجرد ان احنا عندنا النشا والغيرة وبقيت مكونات كلها في البيت طبعا الزيت والخل هو بس الفازلين والجلسرين وطبعا ممكن يبقى الفازلين سايب من اي عطار من كمية صغنونة الجلسرين ممكن نحطه ممكن لأ حسب المتوفرة عندك انا قسمت بقى العجينة لتلات قطع علشان هاشيلهم علشان وقت ما جي اشتغل اطلع قطع قطع ما اخدش الكمية كلها مرة واحدة واشتغل بيها يا رب الفيديو يكون عجبكم العجينة جميلة مش قادر اقول لكم الملمزة تحف جدا حلوة قوي ان شاء الله نعمل شغلة حلوة قوي بيها واشكال يعني حلوة كده باذن الله تتعلموا حاجات سهلة وبسيطة حيلا بقى كده لايك ومنتشير للفيديو عندكم لو حابين قناتي تكبر زي ما قلت لكم وقناتي مش هتكبر فعلا الا بيكم وبدعمكم لي اتمنى ان تتشجعوني دايما تشوفوا فيديوهاتي كلها هتعجبكم باذن الله وتاخدوا اذكار منها وتبدأوا مشروع المناسب ليكم ولو لسه لحد الوقت مش عاملين سبسكرايب لا يعني انا زعلنا من كوجة اعملوا سبسكرايب فعلوا الجرس وانتظروا الفيديوهات الجاية ان شاء الله تعجبكم جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته